بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب الذي بين جمادة وشعبان هذا الشهر الكريم شهر رجب والأشهر الحرم كلها لها فضل عند الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها ثواب الحسنات ويعظم فيها ثواب الظلم وثواب السيئات ويعظم فيها جرم الظلم وعقاب السيئات ولذلك يقول الله سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذا الشهر العظيم الذي أضلتنا لياليه شهر رجب هو من أفضل الشهور عند الله ولذلك تسن فيه العمرة وكان الناس يستحبون العمرة فيه ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى من الأشهر الحرم وحين سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله سائل يا رسول الله إني أريد أن أصوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سم من الحرم واترك سم من الحرم واترك سم من الحرم واترك فدل ذلك على أن الأشهر الحرم لها فضل عند الله سبحانه وتعالى سواب الأعمال الصالحات فيها أكثر من سواب الأعمال الصالحات في غيرها وذلك تفضيل إلهي بحكمة إلهية ولذلك ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال تلقينا وبلغنا عن من سبقنا أنه هناك خمس ليال لا يرد فيها الدعاء ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة الجمعة وأول ليلة من شهر رجب وليلة النصف من شعبان وأنا أستحب الدعاء فيها هذا الأثر عن مولانا الإمام الشافعي رحمه الله يدلنا على فضل الليلة الأولى من شهر رجب وعلى فضل هذا الشهر على العموم بالنصوص الأخرى من القرآن والسنة فهو ممهد لشهر شعبان وشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه كله وهو ممهد أيضا لشهر رمضان وشهر رمضان هو شهر البركة والإحسان وهو شهر الصيام والقيام فلنغتنم هذا الشهر الكريم شهر رجب لنصم نهاره ولنقم ليله ولنستعد به إلى شهر شعبان ولنستعد به إلى شهر رمضان من الصالحين من كان يصوم شهر رجب كله ومنهم من كان يصوم شهر رجب وشهر شعبان لا يفطر فيهما ولا يفطر عن العبادة يصلي بالليل عشر ركعات اثنى عشر ركعة يتزود فيها من الخير هيا نغتنم هذه المواسم الطيبات نصوم النهار ونقوم الليل ندرب أنفسنا على التقرب إلى ربنا هيا نقرأ القرآن في ليالي شهر رجب فإن القرآن يحب الليل والليل يحب القرآن هيا نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى هيا نجعله معسكرا إيمانيا ينقلنا إلى مزيد من طاعة الله سبحانه ينقلنا إلى مزيد من فضل الله سبحانه هيا نغتنم هذه الفرصة ولا نتركها تضيع من بين أيدينا هيا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة وبالبر وبصلة الأرحام وبالعطف على المساكين والفقراء ليكون ذلك في ميزان حسناتنا وليقبلنا الله سبحانه وتعالى ويغفر لنا تقصيرنا نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل الصالح في هذا الشهر الكريم وأن يرضى عنا به وأن يرفع به الدرجات وأن يغفر به الزلات وأن يمحو عنا به السيئات وأن يجعلنا من عباده القانتين الذين يدعونه بالليل والنهار ويصومون النهار ويقومون الليل ويدعونه على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعمل الصالح والرضا والرضوان من الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته